السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحبي مسلسل عزراء الحلقة الأولى تبدأ أحداث الحلقة بفوزية تتذكى كيف كانت تتشاجر مع زوجها إبراهيم بسبب أهمالها لابنتها عزراء من أجل عملها تكبر قليلا عزراء ويصبح عيد ميلادها تنتظر عزراء ووالدها قدوم والدتها من العمل لكن فوزية تأتي بوقت متأخر جدا وفي اليوم الثاني فوزية تعيد عزراء وتعطيها هذيتها لكن عزراء لا تقبل به هذيتها والدتها لأن عيد ميلادها قد انتهى تكبر المشاكل كثيرا بين فوزية وابراهيم ثم يأخذها إلى جدتها لكي تربيها عزراء تكبر وتصبح فتا بالغة وبعد غياب طويل يأتي براهيم وفوزية لرؤية عزراء ثم يتكلم معها أن هناك شخص أتى لخطبتها وبعد جدال طويل ترد بأنها توافق عزراء ولكن لديها غصة ولا تبوها لأحد بها أنفوزية تتصل على أم أحمد وتخبرها أن عزراء قد وافقت وبعدها أنفوزية اسمع عزراء تكلم مع نفسها وهي تبكي وتقول أنا لا أريد أن أبتعد عن جدتي لأنني أحبها كثيرا وتبكي عزراء بحرقة إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد